الجزء الثاني المهم في عناصر المخاضرة هو المشكلات مشكلات الثقافة الرقمية بتأتي من سؤال مهم جدا يجب أن نسأله لأنفسنا السؤال يتلخص في التالي هل يتم تخصيص وقت كافي لتعلم كيفية استخدام أتوات التكنولوجيا في الصف داخل الفصل الدراسي ده سؤال لازم نسأله علشان نقدر نقيص المشكلة الحقيقية والمشكلة تتلخص في جزء ايه تتلخص في المعلم وتتلخص في الطالب داخل الصف إذا أتينا إلى المعلم المعلم نجد أن الكثير من المعلمين لا يمتلكون عدد كبير من التطور المهني في التكنولوجيا أو لا يمتلكون الأدوات الخاصة بالتكنولوجيا ده جزء مهم الجزء الثاني وده جزء مهم مع المعلمين بعض المعلمين ما زالوا يستخدموا الطرق التقليدية أو الطرق القديمة في التدريس العادي طبعا إذا نظرنا الطرق التقليدية هي مفيدة ولكن يجب دعمها بجزء التكنولوجيا حتى نصقف طلابنا بالتكنولوجيا فده الجزء أو المشكلتين بالنسبة للمعلم هو التطوير المهني والدورات التدريبية في استخدام التكنولوجيا الحديثة في استخدام أدوات التكنولوجيا داخل الصف وبالتدريس والجزء الآخر تدعيم الطرق التقليدية بأدوات تكنولوجيا يبقى فيه ميكس بين الاتنين بالنسبة للطالب المشكلات اللي بتوجهوا في الثقافة الرقمية استخدام الطلاب للتقنيات الرقمية أو المصادر التعليمية المتاحة أنا عايز أدربهم في الجزئية دي فبعض الطلاب لا يعي هذه الجزئية يعي الجزئية الترفيهية فقط في التعامل مع التقنيات الرقمية المعلم دوره في المشكلة دي عشان يستطيع واجهته اللي يدربه في التعامل مع المصادر التعليمية المتاحة على التقنيات الرقمية على شبكات التواصل الاجتماعي وغير وغير فدي المشكلات اللي بتوجهنا من السؤال هل يوجد وقت فيه داخل الصف لكيفية التفاعل مع أدوات التكنولوجيا هل المعلم مؤهل ويجد من يؤهله ويطوره مهنيا في استخدام التكنولوجيا هل هو كذلك يستخدم التكنولوجيا في التدريس وداخل الصف هل الطالب يستخدم التكنولوجيا ولديه ثقافة كافية باستخدام المصادر التعليمية المتاحة كل هذه المشكلات يجب حلها وهذه المشكلات سوف تطرح لنا الجزء الآخر من القضايا فالقضايا سوف تأتي من المشكلات والقضايا الذي تتطلب وقوف المعلم وإدارة المدرسة ووزارة التعليم والبيت وأولياء الأمور لحل هذه القضايا والمشكلات في الثقافة الرقمية وتتلخص القضايا أولا تعلم الأساسيات الرقمية أو تعلم الأساسيات التعامل مع التكنولوجيا وده جزء كبير يجب أن يكون فيه مخصص فيه دورات تدريبية وغيره للمعلمين والطلاب والأولياء الأمور تقييم المصادر الإلكترونية الموجودة على شبكات التواصل وعلى شبكة الإنترنت للحد من السيء منها أو الغير مفيد أو المعلومات المغلوطة وهكذا كشف وتطوير أنماط التعلم وليس فقط النمط التقليدي المستمع لا يجب أن نطور أنماط التعلم الخاصة بالطلاب وأنماط التعلم الذي يقدمها المعلمين في هذه القضايا الثقافة الرقمية تساعد هذه النقطة إذا تثقفنا رقميا جيدا في استخدام أدوات التكنولوجيا سوف نحل هذه القضايا وهذه المشكلات القضايا والمشكلات هو حق لخزب البحث العلمي لمن يريد البحث العلمي في أجزاء المواطنة الرقمية هو حق لخزب لتطوير دورات تدريبية خاصة بالمعلمين في الثقافة الرقمية في الاتصال الرقمي في التجارة الإلكترونية وهذا سوف نجده في هذه المحضرات بعد الانتهاء من المحاور التسعة الخاصة بالمواطنة الرقمية سوف أأتي بمعايير وسوف أأتي بدورة تدريبية كاملة لهذه المهارة ينقصنا أو سوف ننتقل الآن إلى دور المعلم والمدرسة في الثقافة الرقمية وفي حل هذه القضايا وهذه المشكلات